سيد تيوان من دبي لماذا يصر الرئيس الصيني على أن يكون للصين أقوى جيش في العالم بحلول عام 2050 نعرف أن الصين هي الثاني أكبر الاقتصاد في العالم وكما تقرأنا في تقرير أن ازداد الأموال للدفاع ترتفع بشكل جيد ولكن كما ذكرنا سابقا تتمكن صين بسياسة خارجية مستقلة وتتمكن بسياسة الدفاع الوطني الذاتي فهذا تقوية الجيش ليس لشن الهجوم على الدول الأخرى بل لهماية نفسها من من يا زيد شوان تحمي نفسها من 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 الذي يجعلها تكون أقوى جيش في العالم لتحمي نفسها تحمي نفسها من من أعتقد كما نعرف أن الصين لم تحقق وحدة حتى الآن لأن هناك السلطة في تايوان دائما تدعمل مع الولايات المدحدة وتريد يعني يعني انفصال من الصين ولكن هناك الصين واحدة في العالم فأعتقد أن بناء جيش قوي هذا لحماية وحدة الأراضي بنسبة إلى الصين وليس يعني تجاه الطرف الثالث طرف آخر لأن يعني منذ أكثر من ثلاثة ثلاثة قلود لم تشون أي حرب خارجين نعم فهذا يعني أعتقد أن هذا يعني ظروف حقيقية أيوة